يعني بيتوريا مبارح في المؤتمر الصحفي قالك ايه احنا هلقى عن موزنبيك بتواضع هو ده التواضع هو ده التواضع ده الراجل النهاردة ليه لقطتين بيتوريا اللي بلوم عليه كليا في اللي حصل النهاردة قبل ما لوم على اللعيبة يعني لقطة في الدقيقة 38 ماشي على الخط عمال يهز في راسه كده ماشي طب انا اللي هحل يعني حل انت بعد الهدف التاني وفي عمل كده اللي هو مسبهل يا فن بتبحل وليه تعمل ربع تغييرات فانت عندك خمسة ليه وفي نقطة بقى في منتهى الاهمية في منتهى الاهمية الفكرة ضيفي النهاردة الكابتن عبد الحميد بسيوني الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد بسيوني وهسأله عن نقطة دي كابتن عبد الحميد بسيوني راجل احيانا بتبقى مدرسته دفاعية احيانا وبيكسب بطولات بدا كسب بطولة مع طرق الجيش بالمدرسة دي في نفس الوقت هو بيعرف يهاجم ويعرف يسجل وبيعرف 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 بس اهم حاجة ايه انه يبقى عنده دفاع قوي صح كده اجيب لك من الاخر اجيب لك من احنا مع بعض بقالنا فترة مع بعض من ايام كاس الامر الافريكية اللي فاتت صح هنا في رقم 10 عارفين المشهد بتاع المشهد الشهير ده اللي احنا بنجيبه داي ونحطه حتى في حاجاتكم داي يعني وبنهضر يعني المشهد بتاع الفنان الكبير ياسر جلال وهو بيقول علي الطلق دي امراتي صح كده انا بقى بقول لك او بيقول ايه لا بيقول والله العظيم دي امراتي انا بقول لك او والله العظيم احنا لازم نلعب دفاع قوي اولا وبعد كده نشوف قصة الهجوم يا فتوريا يا راجل يا محترم يا مدرب يا كبير في البطولات الافريكية تحديدا لو ما بتدفعش كويس مش هتكسب لو عندك اقوى هجوم في العالم ولو بتلعب مع اي منتخب في افريك كنا بنلوم على كالوس كيروش مش انا بصراحة مش انا اللي كنت باللي بيلومه بس الاغلبية يا عم انت بتلعب مع منتخبات دقائيفة بتلعب دفاع ليه يا عم انت يا كوبر انت بتلعب دفاع ليه المنتخب مصر بقى شكله مميل اوي المنتخب مصر بقى شكله واحدش اوي لا لا ندافع الاول بنسبة 100% بشكل جيد وبعد كده لو الهجوم ما بقاش نسبة 100% بقى مثلا 40-50% شغال لكن النهاردة انت بتقول كده ليه يا كريم برضا عشان الناس هتقول لي انت يعني عشان النهاردة تعدلنا هتفضل تقولي الكلام ده هقولك ليه النهاردة واحنا بنهاجم وبنعمل كسافة هجومية اللعيبة بتاعتنا ما بترتدش ما ده اللي عمل السفرات الكبيرة في الدفاع النهاردة اللي الناس لامت على حجازي وعبد المنعم ومحمد هاني محمد هاني زيزو مكتش بيدافع معاه النص الملعب النن الوحده ومفيش بقى لزيزو ولا حمد فتحي في مسافة بين محمد النن والرباع اللي ورا في مشاكل مفيش ارتلادات من الهجوم للدفاع مفيش ده مش موجود طيب احنا بنعملش كده ليه عشان اللي بيعملوا كده اللي بيعرفوا يعملوا كده اللي بيعرفوا يدفعوا ويهاجموا من نفس الجودة دول اللعيبة اللي عايشة في أوروبا بدنيا وفنيا وتكتكيا بيعرف يعمل الهاجمة كويس قوي وبيعرف يرداد الدفاعين كويس قوي بيعرف يخرج بالكرة بالدفاع للهجوم بشكل كويس قوي وحكذا احنا ما بنعملش ده بشكل كامل طيب بمعنى ما بنعرفش نعمله بشكل كامل لأسباب بدنية لأسباب فنية لأسباب تكتكية لأسباب احتجاكات أصلا بتحصل في القرى المصرية مش نفس قوة اللي بتحصل في أوروبا فحلو يبقى نركز على الدفاع مبدئيا نحسنه جدا ونتعامل معه بشكل جيد وبعد كده نبدأ نشتغل على عجمات طيب هديك المثال ليه محمد عبد المنعم كان أحسن مدافق في بطولة أفريقيا اللي فاتت لو تفتكر وكان في التشكيلة الأمثل للبطولة ليه أو بطولة الشركة مع منتخب مصر ليه؟ عشال منظومة الدفاعية كانت جيدة محمي من باك محمي من جناح محمي من لعب وسط منظومة دفاعية سليمة ليه حجازي كان البطولة اللي فات قبل ما يصاب أفضل مدافع وليه حجازي دايما كان أفضل مدافع مع كوبر ومع كارلوس كيروش عشال كنا بنلعب بالطريقة دي محمي لكن لما تدي حجازي مساحات وهو مش مدافع سريع مدافع عنده مكهات كبيرة جدا بس مش سريع هيبقى عنده مشكلة نوعية يالح هيعمل تاكلينج قدام اللاعب ليه انت حطه في السباقات مش هيعرف محمد عبد المنعم صغرات بالجملة محمد عبد المنعم مسؤول عن هدف الهدف الأول وداخل في منطقة أصلا مش بتاعته بيملى منطقة مش بتاعته ليه؟ عشان ما كان لو كان المنطقة دي مليانة منع ما هيطلع من المنطقة بتاعته هكذا فأرجوك يا فيتوريا ما يغدعكش الكلام زي السؤال اللي تسأل لك في المؤتمر الصحفي اللي فات تسأل له السؤال قال له ايه؟ قال له انت بتلعب أداء هجومي أفضل من اللي كان موجود قبل كده مع كلوس كيروش مع منتخم مصر فالرجل بسرعة رد رد محترم فيتوريا قال ما عرفش كيروش كان بيعمل ايه بس كيروش عمل نتاج رائعة وبتاع يا فندم يا سيد يا محترم يا مشجع يا محترم لمنتخم مصر الدفاع مش كلمة عيب انا مش عارف ليه لما حد يقول احنا بندافع كويس ايه اللي هيعمل منتخم مصري بيدافع ايه اسبت بقى عندك هنا سوين هتلاقي كتير قوي من جماهير كرة القدم المصرية والعربية يعشاؤوا يعشاؤوا المنتخب الإيطالي يقول لك يا سلام انا بشجع إيطالي انا بحب إيطالي ليه يقول لك مدرسة دفاعية مثالية على مر التاريخ يا سلام عجبك إيطالي حلوة كده؟ اه لكن تجيب يا متخم مصر يدافع يقول لك احنا متخم مصر يدافع يا فاني بإيطاليا خايت كس عالم بالدفاع البرتغال خايت يورو 2016 بالدفاع كان فريق بيدافع ويه بالمناسبة برضو ببرتغال دي 2016 ببرتغال سعدت عن مجموعتها بثلاث نقط احسن توالد في 2016 ثلاث تعادلات البرتغال دافعت البطولة كلها عندهم مين مهاجم ببرتغال في 2016 وفي عزه مش في واخره في عزه مين؟ كل السلام ناله فيجي حد يقول لك ايه؟ احنا ازاي ندافع احنا عندنا محمد صلاح محمد صلاح هيلعب لوحده في الهجومة جماعة فبس دي حسبة دايما خطيرة ومنقض نتناقش فيها كل شوية انا عارف كلنا منحب الكرة الممتعة وكلنا عايزين نكسب كل مطش 4 و 5 سفر بس نبقى واقعين فلو سمحت يا بيتوريا لما تيجي تلعب مع غانة المطش الجاي تبقى عندك حرصة فاعي قبل لقوة هجومية ده واحد لما تيجي تلعب مع كاب فردي اللي كذبت النهار ده غانة 2 واحد بتحولات سريعة جدا على فكرة انا بقول لك هو خليك فكر مطش كاب فردي علينا اصعب بكتير من مباراة غانة وبالتالي احنا لازم نحسن امورنا قدام غانة لازم نكسب غانة عشان مطش الجاي ده هيبقى صعب جدا كاب فردي اللي بفرق على المباراة النهار ده امام غانة مرعبة صعبة جدا اشتركوا في القناة